مرحبا بكم أعزائي المشاهدين اليوم سوف نتعلم كيف نربي قطة في المنزل سوف نتحدث عن أكل القطة وكيف نتعامل مع القطة وفضلات القطة فيما يتعلق بطبيعة الأكل الذي تعطوه لقطتكم بإمكانكم شراء الأكل الجاهز من السوبرماركتات الكبيرة إن لم توجد في سوبرماركتاتكم الصغيرة الموجودة في بلدكم وعلى أرجحي موجودة في كل مكان بإمكانكم أيضا أن تعطوها بقايا اللحم الذي تأكلونه كالعظام لأن كل القطة تحب العظام واللحم بلا استثناء لكن عليكم أن تحذروا عندما تقدموا لها الأكل بأن تنوعوا لها في الأكل ولا تعطوها كمية مفرطة من نفس الصنف لأن القطة طبيعتها انتقائية في الأكل وليست عشوائية كالكلاب لذلك فإن بمقدورها هجران هذا الأكل والملل منه بسرعة وعلم أكله ثانية لفترة طويلة جدا يجب علي أن أنبهكم أيضا إلى أنكم لستم مخولين أن تعطوها أي نوع من أنواع الشوكولاتة لأنها مضرة بصحتها وقد تؤدي بها إلى الوفاة فيما يتعلق بالتعامل مع القطة فإذا أحببتم تدليلها وتدليعها فما عليكم إلا أن تعملوا لها مساج في رأسها ووجنتيها فتحبوا ذلك كثيرا 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 وربما تقرقروا له القرقرة هي صوت تصدره عندما تشعروا بالراحة والاطمئنان وتجنبوا ملامسة يدها وقدميها وذيلها وبطنها أيضا لأنها قد تعطوكم القطة بطبيعة الحال كائن افتراسي فتجري وراء الفريسة أينما كانت حتى لو لم تكن فريسة حقيقية عندما هي ترى شيئا أن يتحرك فإنها تجري خلفه فإذا أردتم أن تلعبوا معها لعبة الفريسة فما عليكم إلا أن تحضروا خيطا أو حبلا أو سلكا كهربائيا ولكن تأكدوا أنه غير منتصل بالكهرباء وداعبوها به وجعلوها تجري خلفه واستمتعوا بحركاتها اللطيفة معه تستطيعون استبدال الخيط بكرة صغيرة في بيتكم وترموها لها لكي تجري خلفها وتلعب معها لعبة الافتراس وأنتم تستمتعون بالمنظر الجميل عندما تجري خلفها وكأنها فريسة حقيقية قد تتحولون أنتم إلى الفريسة في هذه اللعبة وقد تنقض عليكم انقضاضا عندما تراكم تحركون الطرفة إصبعكم فقط فإذا كنتم لا تحبون هذه اللعبة بإمكانكم أن ترشوا عليها الماء كعقاب فالقطط تكره الماء كرها جم وإذا كنتم تحبون هذه اللعبة فتأكدوا أن تقصوا أظافرها بمقص أظافر القطط المخصص لذلك لسلامتكم وإذا أردتم أن تحمموا قطتكم فعليكم أن تتوخوا الحذر لأنها سوف تغرس مخالبها بكم بكل تأكيد لأنها تكره الماء كرها جمع كما قلت لكم لذلك أنصحكم بتوخي الحذر وأكثر من شخص يتعاون في غسلها ونشفوها جيدا أيضا لأنها تكره الماء وهناك حركة جميلة جدا بإمكانكم أن تخدروا القطة بها مؤقتا عندما تحمموها وبالنسبة لفضلات القطة فبإمكانكم شراء هذا الشيء من السوبر ماركت كما تشاهدونه وهو عبارة عن طين مخصص للقطة لكي تعمل فضلاتها فيه كما تشاهدون القطة تحفر هكذا طبعا تضعون هذا الطين في وعاء بلاستيكي كما تشاهدون في الصورة أو في الفيديو والقطة انظروا إليها كيف تحفر عندما تحتاجوا إلى الحمام أكرمكم الله وأصحاب القلوب الضعيفة لا يشاهدون هذا المنظر لأنه ليس جميلا فمشوا الفيديو إذا كنتم لا تحبونه أنا فقط يعني لكي أوضح لكم كيف أن القطة نظيفة كأن نظيف جدا وآمن تربيته آمنة في البيت خصوصا إذا أخذتموه إلى البيطري وعادتم له جميع التطعيمات اللازمة فإنه لن يصاب إن شاء الله بالأمراض ولن يصيبكم بالتالي فكما تشاهدون القطة حفرت وألقت فضلاتها ثم غطت هذه الحفرة وذهبت طبعا كيفية تنظيف الفضلات الخاصة بالقطة هي بهذه المغرافة المثقبة الموجودة في كل السوبر ماركتات ولا تنسوا أن تضعوا القفازات والكمامة لسلامتكم عندما تنظفون فضلات القطة والتنظيف كما تشاهدون في الفيديو تغرفون وتنظفون ثم تضعونه في كيسة بلاستيكية وترمون هذا الكيس في الخارج أتمنى الفيديو يكون عجبكم وأتمنى تسووا لي لايك وسبسكرايب وتتركون تعليقاتكم واقتراحاتكم بالتعليقات وأتمنى تنشرون هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي إذا أعجبكم وأشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله مع السلامة